وفي أسواق المعدن النفيسة صعيدة أسعار الزهب عالميا إلى أعلى مستوى في شهر مع تراجع الدولار ليسجل المعدن الأصفر 1871 دولار للأوقية أما على الصعيد المحلي فقد سجل جيران عيار 18 نحو 864 جنيها ولما سعيار 21 سعر وصل إلى 1008 جنيهات في حين سجل عيار 24 سعر وصل إلى 1252 جنيها وأخير النصر معكم لي الجنيه الذهب الذي سجل سعر وصل إلى 8064 جنيها من أسواق المعدن النفيسة إلى أسواق البترول العالمية حيث ارتفعت على سعر النفط مدعومة بتوقعات بأن قرار أوبك بزيادة المستويات المستهدفة من الإنتاج لن يزيد كثيرا من المعروض في الأسواق العالمية وارتفع خام برنتي بنسبة 81% مسجلا سعر وصل إلى 119 دولار و72 سنة للبرميل أيضا ارتفع خام غرب تكسس الوسيل الأمريكي بنسبة 71% مسجلا 118 دولار و87 سنة للبرميل أيضا عن أسعار المزود فقد ارتفعت عالميا بنسبة 96% وسجلت 4 دولار و33 سنة لكل لتر أما عن الغزء الطبعي فقد ارتفعت أسعاره بنسبة 45% من الماء في الماء مسجلا 8 دولار و52 سنة لكل مليون وحدة حرارية